أنهت أمس عمدة بلدية مدينة أنجمينة مرهم جيمعي بيت أعمال الدورة العادية للمجلس البلدي لمدينة أنجمينة وقد تم من خلالها مراجعة ميزانية العام الحالي 2017 بجانب عرض الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الجاري المناسبة الختامية كانت بحضور منذوب الحكومة لدى بلدية أنجمينة الدكوية عقوبة عز الدين الأمين نصر على مدى يوم كامل من النقاش والمراجعات بين أعضاء المجلس البلدي والمستشارين به والفنيين برئاسة عمدة مدينة جيمينة ورئيسة المجلس البلدي السيدة مريم جمعي بيت التي قالت إن المجلس خلال دورته العادية الثانية للعام 2017 عرض كافة البرامج والمشروعات التي أنجزت خلال هذا العام وبلغت قيمة المشاريع المنجزة منذ مطلع العام الجاري وحتى الحادي والثلاثين من شهر أغسطس المنصرم بأكثر من أربع مليار فرانكا سيفاء فيما بلغت قيمة الخسائر الاستثمارية بأكثر من واحد مليار فرانكا سيفاء كل هذا ضمن الميزانية المعتمدة للبلدية والمقدرة بعشر مليار ومائتين مليون فرانكا سيفاء بما في ذلك الإيرادات والصادرات المالية وبحكم الأزمة الاقتصادية الخانقة قالت مريم جمعي بيت إن المجلس اعتمد توصيات وزارة المالية بخفض علوات موظفي البلدية بنسبة 50% من خلال مراجعته واعتماده للحسابات الإدارية للعام 2016 وأخيرا شكرت الفنيين والماليين بالمجلس لجهودهم المستفيدة في عد الحسابات واعتمادها مندوب الحكومة لدى بلدية جمينة الدقوي عقوبة وخلال مشاركته في فعاليات الدورة قال إن المندوبية لاحظت انخفاضا في نسبة الإيرادات بلغت 35% منذ مطع العام 2017 وهذا ما خلف أزمة في ميزانية البلدية حيث أوصى بضرورة مضاعفة الجهود لتخطي العقبات وثمن في الآن ذاته الجهود المبزولة في ظل الوضع الراهن هذا واختتم المجلس دورته بقراءة البنود الخاصة بالحسابات والمراجعات التي اعتمدها أعضاء المجلس نظمت بلدية الدائرة الخامسة بالتعاون مع الصليب الأحمر الشادي حملة للتبرع بالدم بغية مساعدة المرضى بمستشفى العاصمة المختلفة التقرير محمد أدمح التبرع بالدم عمل النبي ليحظى به الشعب الشادي سيما الشباب من البنين والبنات ذلك لمساعدة المرضى الذين يعانون بفقر الدم لأسباب متعددة كبار السن، نساء الحوامل، حوادث مرور وما شابه ذلك تلك هي التي دفع شعب الشادي بقيام حملة لتبرع بالدم بالدائرة الخامسة بالتنسيق مع الصليب الأحمر بشاد لمساعدة المرضى الذين يعانون بفقر الدم خلال المناسبة أتت كلمات عدة أولاها كلمة نائب رئيس الصليب الأحمر بشاد والذي يتحدث عن أهمية هذه الحملات والذي نادى بضرورة تضافر الجهود لإكثار مثل هذه الحملات بكافة ربوع البلاد وقد مشاهدين الكرام نعتزر لهذا الخطأ الفني حول رداءة الصوت هكذا مشاهدين الكرام انتهت الأخبار ونشكركم على المتابعة إلى الآن اشتركوا في القناة